فضيل الشيخ وسؤال لأخ علي يسأل عن دفع الزكاة أو زكاة الأموال للأوقاف الخيرية هل تجزئ هو بالنسبة للزكاة الله عز وجل قد بيّن مصارفها إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية الأصناف الثمانية المعروفة وأما الأوقاف فالعلماء اختلفوا فيها هل هي داخلة في قوله عز وجل في سبيل الله أو أن قوله عز وجل في سبيل الله خاص بالجهاد على كل حال الأحوط للإنسان أن يدفع الزكاة للمستحقين من الفقراء والمساكين إلى آخر الأصناف الثمانية أما هذه الأوقاف فلو صُلفت هذه الزكوات في هذه الأوقاف لا تعطل الفقراء لا تعطل الفقراء حتى ولو كانت هذه الأوقاف ستدر على يعني مثلاً لتعليم القرآن أو للدعوة إلى الله عز وجل فلا تصرف عليها الزكاة إلا قد يقال في صورة واحدة وهي أن تكون في بلد هذه الأوقاف تدعم الدعوة إلى الله عز وجل وإلى نشر الإسلام ولا يوجد من يتكفل بهؤلاء ولا من يتبرع لهؤلاء هنا ممكن أن يقال في مثل هذا أنه قد تدفع الزكاة لكن تكون في نطاق ضيق أما كونها تدفع مباشرة في الأوقاف وهناك دعم للأوقاف حياناً من الصدقات من التبرعات والفقراء في حاجة فيترك الفقراء فهذا ليس ليس هو المراد في الزكاة من الزكاة وهو مواساة الفقراء والمساكين فالأصل أن الزكوات تدفع في الأصلاف الثمانية ولا تدفع في الأوقاف ولو كانت هذه الأوقاف في سبيل خير نعم بارك الله فيكم وحسن عليكم وضعي الشيخ سادينا خفيف